هلو 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 اجينا everybody تناي دارسنا عن The Frequency Adverbs اوكي لا اكتريت التلميز بيعرفون حوالي الخمسة مننون الا اللي هن advanced students بيعرفوا اكتر بس رح اشرحهم بطريقة كتير كتير حلوة وكتير واضحة لانو في كتير بالتلميز بيستعملون بنفس الطريقة يعني بين لنقول لنقول sometimes والا يمكن occasionally او frequently لا لا انا رح لكم بطريقة حلوة انو هستعمل نسبة يعني نسبة مئوية اوكي بتبلش من never اللي هي 0% للalways اللي هي 100% كيف رح ننعاملة وكيف رح اعطيكم فكرة واحدة حتى انتم تبقوا تطبقوا يعني اذا منقول انو انت بتروح على بالصيفية بيفص الصيف بتروح على البحر 100 مشوار بالصيفية اوكي اذا ما رحت ما بتروح ابدا بتقول I never go to the beach لانو 0% صفر من المشوير المية اذا رحت 100 مشوار بالصيفية حدا سألك Do you go to the beach؟ بتقولوا Yeah I always go to the beach انا دائما اذاب لانو انو انت بتروح المية مشوار اذا رحت 90 مشوار بتقول Oh I usually go to the beach اذا رحت 80 مشوار بتصير I normally I generally go to the beach اذا رحت 70 بالمية 70 مشوار I often او I frequently go to the beach اذا رحت 50 مشوار من قصل المية بتقول اذا حل سألك Do you مسلا usually go to the beach او Do you go to the beach؟ بتقول Yes I sometimes go to the beach اذا بتروح 25 مشوار من قصل المية بتقول I occasionally go to the beach اذا بتروح 10 مشوير بتقول I seldom go to the beach اذا خمس مشوير من قصل المية بتقول I rarely go to the beach و متل ما قالنا بالاول اذا ابدا ما بتروح على البحر بتقول I never go to the beach ويمكن تطبع على اي شي تاني يمكن لنقول أكلة معينة ما بتاكلها اذا قالنا سوشي بتقول لها حدا I never eat sushi انا ابدا ما بيكل سوشي لكن واضحة بنا تستعمل دائما percentage بتفكيرنا وعقلنا لما بنقلف الجمل لا يكونوا واضحين لنتقل الاول جملة اه دائما انت بكيبتو I always wake up early انا دائما بستايكز باكرا اذا لنقول بتاكل تسعين بالمية ست انت عارف يعني شو النسبة يعني لما بتقول انت عن شخص he usually eats pizza on sunday يعني هو تسعين بالمية من ايام الاحدات بيكل بيتزا لكن he usually eats pizza on sunday they normally ask too many questions هن بشكل طبيعي او عادة بيسألوا اسئلة العديد كتير من الاسئلة اوكي يعني 80 بالمية بيسألوا مشا لك بتقول انت they normally ask too many questions اوكي you often get your car washed on sunday انت غالبا بتخلي سيارتك تنغسل على يوم الاحد she sometimes runs in the morning هي احيانا تركت في sorry in the evening هي احيانا تركت في المسويات we occasionally visit our relatives نحنا يعني بخمسة عشية بالمية بالمناسبات اوكي بقى المناسبات هي بتعادل هان لنقول خمسة عشية بالمية من الحالات لذلك عم نقول we occasionally visit our relatives اذا نادرا بعمل هاشية انا 10 بالمية من الحالات بقول I seldom go to the library اوكي وكمين اذا خمسة بالمية اللي هي نادرا I rarely listen to the radio انا قلمة باللغة الفصحى او نادرا استمع الى الراديو last but not least he never goes out late at night هو ابدا ما بيظهر بوقت متأخر في الليل اوكي لكن كل كلمة من هاو دي صار عنكم انتو البرسنج لاله اللي always بتعادل 100% والنافر بتعادل 0% باكيد صرتوا عارفين تماما كيفية استعمال هاو دي اللي اسمون Frequency Adverbs لكان بتمنى كان درس لهم مهم ان شاء الله تكون استفدتوا until another video is made بتمنى لكم الخير والصحة ونلتقي قريبا ان شاء الله بفيديو جديد until then don't forget if you have any questions post them in the comment sections and I'll be more than happy to answer all your questions لكم نلتقي قريبا بفيديو جديد عربان take care of yourselves and we will talk soon باكيد